السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم طلابي وطالباتي العزاء وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات معكم أستاذ عريج العسرج وزميلي في لغة الإشارة أستاذ معاذ القرعاوي اليوم بإذن الله سوف نستكمل دروس الرياضيات درسنا لهذا اليوم تكوين الأعداد 10-11-12 بسم الله الرحمن الرحيم خير ما نبدأ به درسنا لهذا اليوم الدرس الثامن من الفصل السادس تكوين الأعداد 10-11-12 فكرة درسنا لهذا اليوم رح نستعمل قطع العاد لنكون مجموعا يساوي 10-11-12 إذن رح أستعمل قطع العاد لنكون مجموعا يساوي 10-11-12 لدي هنا قطع عد أمامي إذن هنا مجموعة من قطع العد نلاحظ هنا تكوين العدد 10 رح نستعمل لاحظوا أربع قطع حمراء أربع قطع حمراء واحد اثنان ثلاثة أربع إذن لدي أربع قطع حمراء زائد كم قطع صفراء أحسنتم ست قطع صفراء واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة إذن أربع قطع حمراء مضافا إليها أو زائد ست قطع صفراء ما مجموعهما يلا يا أبطال أربع مضافا إليها ستة أحسنتم يساوي العدد 10 إذن هنا كونا العدد 10 عن طريق أربع قطع عد حمراء مضافا إليها ستة إذن أصبح المجموع عشرة ننتقل إلى تدريبات لدي هنا يستعمل الطالب ورقة العمل وقطع العدد الحمراء والصفراء لتكوين عدد 10 و11 و12 ثم يمرر قلبه على العدد لو نلاحظ هنا لدي مجموع من قطع العدد الحمراء والصفراء رح نستعمل الآن قطع عدد حمراء كم عددها أحسنتم إذن مشاهد أن لدينا ثمان قطع إذن حمراء واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة نضيف أيضا في المجموعة الأولى خمس قطع حمراء ستة ستة سبعة ثمانية إذن رح نسجل هنا أو نكتب نمرر قلمي على ماذا العدد ثمانية رح نكتب العدد ثمانية أضفنا ثمانية كم قطع صفراء رح نضيف على عفوا ثمان قطع حمراء كم نضيف عليها قطع صفراء أحسنتم رح نضيف عليها قطعتان صفراء أضفنا إليها هنا قطع حمراء أضفنا إليها قطعتان صفراء أصبح الناتج كم عشرة نتأكد رح نعد القطع التي أمامي هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قطع حمراء مضافة إليها قطعتان صفراء تسعة عشرة إذن ثمانية زاعد اثنان يساوي عشرة إذن كوننا العدد عشرة عن طريق ثمان قطع حمراء وقطعتان صفراء ننتقل للتدريب الآخر أيضا بنفس الفكرة رح نستعمل قطع العدد الحمراء والصفراء لنكون العدد ماذا؟ عشرة ثم رح نمرر القلب على العدد لدي هنا مجموعتين مجموعة الأولى لدي خمس قطع حمراء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمس قطع حمراء نضيف عليها كم؟ خمس قطع صفراء أحسنتم يصبح المجموع كم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هنا خمس قطع حمراء أضفنا إليها ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن أضفنا إليها خمس قطع صفراء إذن يوجد لدي خمس قطع حمراء مضافا إليها خمس قطع صفراء يصبح الناتج كم؟ حسنتم يصبح الناتج لدي عشرة إذن هنا خمسة زائد خمسة يساوي كم؟ عشرة واضح يا بطال؟ إذن مثلنا أو كوننا العدد عشرة عن طريق خمس قطع حمراء وخمس قطع صفراء أيضا هنا راح نستعمل قطع العدد الحمراء وقص صفراء لنكون الأعداد عشرة هنا راح نكون الأعداد كم؟ أحد عشر إذن راح نستعمل كم قطع عدد حمراء؟ أحسنتم تسعة إذن راح نستعمل تسعة قطع عدد حمراء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن هنا في المجموعة الأولى خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أضفنا تسعة قطع حمراء زائدا كم قطعة أو قطعة عدد صفراء؟ أحسنتم قطعتان لاحظوا هنا واحد اثنان إذن تسعة مضافا إليها اثنان كم يساوي؟ مجموع قطع العدد الحمراء والصفراء نعد سويا هنا خمسة في المجموعة الأولى ستة في المجموعة الثانية سبعة في المجموعة الثانية أيضا سبعة ثمانية تسعة مضافا إليها قطعة عدد صفراء عشرة أحد عشر إذن تسعة زائد اثنان يساوي كم؟ تسعة قطعة عدد حمراء مضاف إليها قطعتان صفراء يساوي كم؟ أحسنتم أحد عشر واضح يا بطال؟ إذن هنا استعملنا تسعة قطع حمراء وقطعتان صفراء أصبح المجموعة كم من ناتج؟ أحسنتم أحد عشر ننتقل الآن إلى تدريب الآخر هنا بنفس الفكرة سنستعمل قطع العدد الحمراء والصفراء لتكوين العدد ماذا؟ أحسنتم لتكوين العدد أحد عشر إذن لدي هنا ثلاث قطع حمراء واحد اثنان ثلاثة مضافا إليها كم قطع صفراء أحسنتم ثمانية إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لو نلاحظ هنا أضفنا ثلاث قطع حمراء مضافا إليها كم؟ ثمان قطع صفراء أصبح الناتج يساوي أحد عشر هنا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر إذن هنا استعملنا قطع العدد الحمراء والصفراء رح نمثلها سويا الآن لاحظوا هنا ثلاث قطع حمراء مضافا إليها ثمان قطع صفراء إذن ثلاثة زائد ثمانية يساوي كم الناتج أحد عشر واضح؟ ننتقل للتدريب الآخر هنا رح نكون العدد كم؟ أحسنتم رح نكون العدد أثنى عشر إذن هنا رح نستعمل قطع العدد الحمراء والصفراء حتى نكون العدد أثنى عشر لدي هنا كم قطعة عدد حمراء؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة أحسنتم إذن لدي أربعة قطع عدد حمراء مضافا إليها كم قطع صفراء؟ هنا رح نكتب العدد أربعة وهو عبارة عن قطع العدد الحمراء زائد كم قطعة عدد صفراء؟ أحسنتم ثمانية إذن ثمانية نعد قطع العدد صفراء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن أربعة مضافا إليها ثمان قطع صفراء يصبح الناتج كم؟ أحسنتم نعد مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر إذن ناتج جمع أربعة زائل ثمانية يساوي كم؟ اثنى عشر إذن هنا كوننا العدد اثنى عشر عن طريق أربعة قطع عدد حمراء زائد ثمان قطع صفراء رح نمثل هنا الآن ما بعض هنا لدي أربعة قطع حمراء وضفنا إليها ثمان قطع صفراء أصبح الناتج لدي أربعة زائل ثمانية يساوي اثنى عشر واضح؟ إذن هنا استعملنا قطع العدد وهو أربعة قطع عدد حمراء زائد ثمان قطع صفراء يساوي اثنى عشر إذن كوننا العدد اثنى عشر ننتقل هنا أيضا رح نكون العدد ماذا؟ أحسنتم رح نكون العدد اثنى عشر أيضا رح نستعمل قطع عدد حمراء ونعدها مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن كم قطعة عدد حمراء لدي؟ أحسنتم سبعة إذن رح نكتب العدد سبعة زائد كم قطعة عدد صفراء موجودة أمامي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن هنا لدي خمس قطع عدد صفراء إذن سبعة زائد خمسة يلا يا أبطال سبعة قطع حمراء مضافا إليها خمس قطع صفراء كم المجموعة؟ أحسنتم سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر إثنى عشر إذن كوننا العدد إثنى عشر عن طريق سبع قطع عدد حمراء مضافا إليها خمس قطع صفراء إذن رح نمثل ويصبح الناتج إثنى عشر نكتب العدد اثنان وبجانبها واحد هذا هو العدد إثنى عشر إذن رح نمثلها الآن بقطع العدد لاحظوا لدي سبع قطع حمراء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أضفنا إليها خمس قطع صفراء إذن سبعة زائد خمسة أصبح الناتج هنا سبعة زائد خمسة أصبح الناتج كم؟ إثنى عشر واضح؟ ننتقل الآن لسؤال الآخر يستعمل الطالب أيضا ورقة عمل وقطع العدد الحمراء والصفراء ثم يرسم دوار ويكتب العدد هنا رح نستعمل ماذا؟ قطع العدد الحمراء لدي هنا كم قطعة عدد حمراء؟ واحد اثنان ثلاثة لدي ثلاث قطع عدد حمراء واحد اثنان ثلاثة مضافا إليها كم قطعة عدد صفراء؟ إذن رح نستعمل أو نكتب العدد ثلاثة في الأسفل وهو إبارة عن ثلاث قطع حمراء زايدا كم قطعة عدد صفراء؟ يلا يا أبضال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أحسنتم إذن ثلاث قطع حمراء مضافا إليها كم قطعة عدد صفراء؟ أحسنتم سبعة أصبح الناتج كم؟ لدي ثلاث قطع حمراء مضاف إليها سبعة نعدها سويا ثلاثة حمراء أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن لدي كم؟ عشرة إذن هنا كونا العدد ثلاثة زايد سبعة يساوي عشرة إذن رح نرسم دوائر سويا هنا ثلاثة مضافا إليها كم؟ سبعة ثلاث قطع عدد حمراء مضاف إليها سبع قطع صفراء أصبح الناتج ثلاثة لدي واحد اثنان ثلاثة أحمر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أصفر إذن أصبح مجموع ثلاثة زايد سبعة يساوي عشرة واضح؟ هنا بنفسه أيضا الطريقة والفكرة رح نستعمل قطع العد ثم نرسم دوائر ونكتب العداد هنا لدي كم قطعة عدد حمراء؟ أحسنتم نعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن لدي خمس قطع حمراء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة مضاف إليها كم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن خمسة مضافا إليها ستة كم المجموع؟ أحسنتم أحد عشر إذن رسمنا هنا خمس كرات حمراء وست كرات صفراء أصبح المجموع أحد عشر واضح يا أبطال؟ إذن هنا كوننا العدد أحد عشر عن طريق خمس قطع عد حمراء وست قطع صفراء أصبح المجموع أحد عشر خمسة زائد ستة يساوي أحد عشر أيضا هنا رح نستعمل قطع العد ثم نرسم دواعر ونكتب العدد لدي هنا العدد اثنى عشر نريد أن نكون العدد اثنى عشر عن طريق ماذا؟ لدي قطعة عد حمراء كم عددها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن لدي هنا ست قطع حمراء نعدها سويا هنا خمسة ستة إذن لدي ست قطع حمراء ستة مضافا إليها كم؟ ست أيضا قطع صفراء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ست قطع حمراء زائد ست قطع صفراء كم المجموع؟ يلا مع بعض نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر إثنى عشر إذن ناتج ستة زائد ستة يساوي 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 إثنى عشر إذن مجموع قطع العد الحمراء ستة زائد ست قطع صفراء يساوي إذن هنا كوننا العدد اثنى عشر عن طريق ماذا؟ أحسنتم ست قطع حمراء وست قطع صفراء واضح؟ هنا بفكرة جديدة راح نستعمل الطالب أو يستعمل الطالب ورقة العمل وقطع العد الحمراء والصفراء ثم يرسم دوار ويكتب العدد هنا لدي ماذا؟ أحسنتم العدد عشرة إذن راح نكون العدد عشرة عن طريق عددان يلا مع بعض كيف نكون العدد عشرة؟ أحسنتم بعد الطرق ممكن خمس قطع حمراء وماذا؟ راح نكون عن طريق خمس قطع حمراء مضيف عليها كم قطع صفراء كم ينقصني حتى يصبح الناتج عشرة حتى أكون عدد عشرة أو مكونات العدد عشرة خمسة مضافة أحسنتم إليها خمس قطع صفراء أيضا إذن خمسة مضافة إليها خمسة أصبح الناتج كم؟ 5 زائد 5 أصبح الناتج لدي 10 إذن هنا استعملنا قطع العد الحمراء والصفراء في تكوين العدد 10 وكتبنا العداد أيضا بنفس الفكرة راح نستخدم قطع العد الحمراء والصفراء ونرسم الدوار ونكتب العداد لدي هنا العدد ماذا؟ أحسنتم 11 إذن راح نكون العدد 11 عن طريق قطع عد حمراء وقطع العد الصفراء إذن نبدأ نرسم دوائر صفراء كم عددها؟ أحسنتم 5 دوائر صفراء إذن رسمنا 1 2 3 4 5 نضيف إليها كم دائرة حمراء حتى نكون العدد 11 أحسنتم 6 دوائر 1 2 3 4 5 6 إذن هنا كوننا العدد 11 عن طريق 5 قطع عد صفراء وضافا إليها 6 قطع عد حمراء أصبح المجموع أو الناتج 11 لو نلاحظ أيضا هنا راح نكتب 5 زائد 6 يساوي 11 لو نلاحظ أيضا ممكن أن نكون العدد 11 بكذا طريقة ممكن أن نكون أو نرسم ماذا؟ أحسنتم 6 دوائر صفراء و5 دوائر حمراء أو ماذا؟ أحسنتم أيضا عشر دوائر حمراء ودائرة صفراء إذن عندما نكون العدد 11 هناك كذا طريقة واضح يا أبطال؟ أيضا هنا راح نكون العدد ثم نرسم دوائر ونكتب العداد هنا راح نكون العدد ماذا؟ ما العدد لدي أمامي؟ أحسنتم 12 إذن راح نرسم دوائر حتى نكون العدد 12 هنا لدي 1 2 3 4 5 إذن لدي 5 دوائر صفراء أو قطع صفراء نضافا إليها كم قطعة عد صفراء أو نرسم حتى نكون العدد 12 يلا فكروا معي جيدا 5 كم ينقصني من دائرة حمراء؟ أحسنتم 5 6 7 8 9 10 11 12 إذن ينقصني 7 دوائر و7 قطع حمراء إذن راح نكتب الآن أو نرسم مع بعض 7 دوائر حمراء 1 2 3 4 5 6 7 إذن لدي هنا 5 قطع صفراء مضافة إليها 1 2 3 4 5 6 7 إذن أمامي 5 قطع صفراء زائد 7 قطع حمراء الناتج أو المجموع 12 إذن كوننا العدد 12 عن طريق 5 قطع صفراء و7 قطع حمراء أيضا ممكن نكون العدد 12 بكذا طريقة أخرى هنا راح نكون العدد 11 أيضا لو نلاحظ نبحث عن مكونات العدد 11 هنا راح نستخدم قطع العدد 1 2 3 4 5 إذن استخدمنا 5 قطع صفراء نضيف الخمس قطع صفراء كم حتى نكون العدد 11 يلا يا أبطال أحسنتم 6 قطع حمراء 1 2 3 4 5 6 لو نلاحظ لديه 5 قطع صفراء وضافا إليها 6 قطع حمراء ناتجهما أو مجموعهما كم؟ 5 و 6 أحسنتم 11 إذن لديه هنا 5 زائد 6 يساوي كم؟ 11 5 قطع صفراء 6 7 8 9 10 11 إذن هنا كوننا العدد 11 عن طريق 5 قطع صفراء مضافة إليها 6 أيضا ممكن أن نكون العدد 11 بكذا طريقة أخرى ننتقل إلى السؤال الأخير أيضا راح نستخدم أو نستعمل قطع العدد الحمراء والصفراء ثم نرسم دوائر ونكتب العدد نلاحظ هنا يوجد لديه العدد 12 إذن راح نكون العدد 12 سويا لديه 1 2 3 4 5 إذن لديه 5 قطع عد حمراء في المجموعة الأولى إذن في المجموعة الأولى 5 قطع حمراء راح نضيف إليها كم قطع الصفراء حتى يصبح العدد 12 أو نكون العدد 12 يلا يا أبطال أحسنتم راح نضيف 7 قطع لو نلاحظ 5 قطع نضيف إليها 7 5 6 7 8 9 10 11 12 إذن راح ينقصني كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 قطع عد صفراء إذن هنا 5 زائد 7 كم المجموعة والناتج؟ 12 إذن مجموع أو كوننا العدد 5 زائد 7 يساوي 12 واضح؟ بحمد الله تعلمنا في درسنا لهذا اليوم أن نستعمل قطع العدد لنكون مجموعة يساوي 10 11 12 بحمد الله وفضل نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه ألقاكم في درس آخر بإذن الله إلى اللقاء شكرا للمشاهدة olmaz شكرا للمشاهدة